كلام لافت لرئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مبادرته الحوارية طرحت أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان سيستمر بها أم أنه يعلن وفاتها فقد أكد بري أن مبادرته الحوارية لم تتقدم بعد قائلا في حديثا لصحيفة نداء الوطن إن الجميع رضي بمبادرته لكن من كان يريده أن يوافق عليها رفضها أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مضيفا رأينا الحمولة التي وضعها رئيس التيار النائب جبران باسيل في خطابه الأخير واللي ما بده يزوج بنته بغل مهراء وعن مصير الرئاسة والحوار في ظل هذه الأجواء اختصر بري الجواب بالقول يبدو الكنيسة الأريبة ما بتشفي بري وإذ لفت إلى وجود مبادرة قطرية قال إن الموفد القطري وصل إلى لبنان لكنه لم يتواصل معه بعد ولا فتا إلى أننا كنا ننتظر بيان اللجنة الخماسية فإذا بالدول تختلف فيما بينها وعلى شوي لازم نصالحهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سرعان ما رد على كلام بري الموجه إليه فغرد كاتبا ما فهمت كيف الحرص على الحوار لانتخاب رئيس هو يرفض للحوار كل شغلة إلى شروطة وظروفة لحتى تنجح إذا قلنا أنه لازم نتفق بالحوار على برنامج العهد بخطوطه العريضة لحتى ننتخب رئيس على أساسه وينجح بعهده منكون عم نرفض الحوار أو حارسين على إنجاح العهد وأضاف باسيل إذا قلنا أنه رؤساء الأحزاب لازم يكونوا بالحوار لحتى يكون فيه قرار مش بس كلام منكون عم نرفض الحوار إذا قلنا أنه بدنا إدارة محيدة وليس ترقص من طرف أساسي بالنزاع لحتى يكون فيه توازن ونتيجة توافؤية منكون عم نرفض الحوار أو عم نأمن نجاحه إذا قلنا أنه الحوار ما لازم ياخد شكل تقليدي وطاولة مستديرة فقط بل نخلق ظروف للبحث السنائي والسلاسي والمتعدد للأطراف والجماعي لكي يكون هناك فرصة حقيقية للإنقاذ وليس كلام نمطي على طاولة واحدة لن تقرر اسم الرئيس فهل قول الحقيقة والواقع يعني رفض للحوار أو تحسين له نحن قلنا ونكرر أننا مع حوار جدي ينجح من لا يريد الحوار هو من يرفض تأمين ظروف النجاح له ختم بسيل جبهة بري لم تسلم من رد القوات أيضا إذ قالت مصادرها للأو تي في إنه بالنسبة إلينا الحوار ملهات ومزيد من الإمعان في تعطيل الانتخابات الرئاسية ويحاول بري أن يعمم مسؤولية الشغور الذي يتحمله بالتكافؤ والتضامن مع حزب الله وهذه الدعوة شكلا ومضمونا مرفوضة كونها تشكل انقلابا على الدستور الذي ينص بشكل واضح كما أكد البطرييرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي على ضرورة عقد دورات متتالية حتى انتخاب الرئيس الأمر الذي لا يلتزم به بري والسلام ختمت مصادر القوات اللبنانية حديثها عبر الأو تي في